أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم في هذه الحصة التي سنتظر فيها تحيي عناصر الفرد الكتابي الثاني النموذج الثاني الخاص بمادتي التاريخ والجغرافية لسنة أولى بكالوريا أداب وعلوم إنسانية إذن بالنسبة الوضعية الاختبارية الأولى فهي مادة الجغرافية من خلال الشغال بالوثائق الوثيقة الأولى عبارة عن جدول إحصائي موضوعه تطور حجم التجارة الخارجية في الدول العربية بمليار دولار بين 2016 و2020 بالنسبة الوثيقة الثانية فهي عبارة عن جدول إحصائي أيضا موضوعه هيكل أو بنية صادرة الدول العربية سنة 2020 ثم الوثيقة الثالثة والأخيرة فهي عبارة عن نص جغرافي إذن المطلوب هو توقيف الفيديو لقراءة الوثائق الثلاث قراءة جيدة ومتماعينة ثم إنجاز ما هو مطلوب إذن الأسئلة المذيلة بهذه الوضعية المطلوب في السؤال الأول هو أن نحول الوثيقة الأولى إلى مبيان بالمنحنى أو مبيان تطوري إذا رجعنا الوثيقة الأولى التي كتمت تطور حجم التجارة العربية التجارة الخارجية العربية بمليار دولار نلاحظ أن الظاهرة هي ظاهرة متطورة تطورا متصلا إذن عندنا توالي السنوات ثم عندنا القيمة أو الحجم بمليار دولار إذن يكفي أننا ناخده أكبر قيمة في الجدول نقسمه على عشرة للحصول على المقياس المناسب إذن أكبر قيمة هي 1903 مليار دولار التي تسجلت سنة 2018 إذن ناخده هذا الرقم نقسمه على عشرة إذن الخارج هو 190.3 وكننا ناخده بإفراط وهو مئة بمعنى كل واحد سنتيمتر عمودي وسوية مئة مليار دولار إذن بعد ذلك الشكل النهائي الميبيان سيكون كالآتي إذن لدينا هنا العنوان تطور حجم التجارة الخارجية في الدول العربية بين 2016 و2020 إذن اختارنا كميقياس واحد سنتيمتر يساوي 200 مليار دولار إذن هنا المحور العمودي يمثل حجم التجارة الخارجية بمليار دولار والمحور الأفقي يمثل السنوات إذن هذه العناصر كلها طبعا نضعها داخل الإطار مع ضرورة يعني أن تكون يعني أو يكون تمثيل المعطيات الإحصائية دقيقا ثم بعد ذلك المصدر إذن هذه العناصر والأساسية دي الميبيان بالمنحنة بعد ذلك ننتقل للإجابة عن السؤال الثاني إذن المطلوب منا هو أن نصف انطلاقا من الوثيقة الأولى والميبيان المنجز تطور حجم التجارة الإجمالية العربية بين 2018 و2020 إذا رجعنا للميبيان كي تتضح لنا أن المنحنة منذ 2018 إلى 2020 عرفة منحا يعني تنازليا بمعنى هناك انخفاض في قيمة أو حجم التجارة الخارجية بين 2018 و2020 برجوعنا إلى الجدول فالمعطيات الإحصائية تزكي هذا الطرح بحكم أنه قيمة أو حجم التجارة الخارجية انخفض في الدول العربية من 1903 مليار دولار سنة 2018 ليصل إلى 1421 مليار دولار سنة 2020 إذن من خلال كل ما تقدم نصل إلى ما يلي إذن نلاحظ من خلال قراءة الجدول والميبيان المنجز أن حجم التجارة الإجمالية العربية عرف تراجعا ملحوظا حيث انخفضت قيمته من حوالي 1903 مليار دولار سنة 2018 إلى حوالي 1421 مليار دولار سنة 2020 إذن كما قلنا دائما كنحاول أنه المعطيات الإحصائية التي كنوضفها أنها تكون مستقاة من الوثيقة إذن بعد ذلك ننتقل للإجابة عن السؤال الثالث إذن المطلوب مننا هو أن نستخرج من الوثيقتين الثانية والثالثة ما يلي غالف من الوثيقة الأولى المواد الغالبة على صدر الدول العربية وباء من الوثيقة الثالثة أسباب تراجع حجم التجارة العربية بين 2019 و2020 إذن من خلال الاعتماد على معطاية الوثيقة الثانية يتبين لنا أن الوقود والمعادن إذن هي المواد الغالبة على صدرات الدول العربية بحوالي 55% سنة 2020 وباستنادنا إلى منطق الوثيقة الثالثة فمن بين أهم أسباب تراجع حجم التجارة الإجمالية العربية بين 2019 و2020 فما رد ذلك أولا إلى تداعية جائحة كوفيد-19 التي أدت إلى تحجيم وانخفاض حجم التجارة العالمية إذن تعطل سلاسل التوريد بسبب توقف غالبية الأنشطة الاقتصادية والتجارية في ذلك الجائحة إذن الجواب سيكون بادي الصغة أو ما يفيدها إذن أليف نلاحظ من خلال تفحص المعطيات الواردة في الجدول إلى أن غالبة أن المواد التي تغلب على هيكل صادرة الدول العربية سنة 2020 هي الوقود والمعادن بنسبة 55 في المئة باء إذن من أسباب تراجع حجم التجارة العربية خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2020 الأسباب الآتية تداعية الجائحة على حركة التجارة العالمية تعطل سلاسل توريد وتوقف غالبية الأنشطة الاقتصادية والتجارية في ظل جائحة كورونا السؤال الرابع والأخير إذن المطلوب مننا وأن نكتب فقرة اعتمد على مكتسباتنا نقترح فيها الجهود المبذولة لتنمية التبادل بيني العربي إذن طبعا هنا المطلوب هو التدابير والإجراءات التي اتخذت بهدف تعزيز تجارة العربية البينية إذن بانتقائنا المعلومات والمعطيات المناسبة إذن لابد أن نضمنها في فقرة عن طريق الربط إذن بضلت جهود كبيرة من طرف الدول العربية بهدف تنمية التبادل بيني العربي حيث حدثت جامعة الدول العربية منذ إنشائها مدخلين أساسيين لتنمية التجارة البينية العربية ومتحرير التجارة والتبادل التكاملي أيضا إنشاء بعض تقتلات الاقتصادية الإقليمية كاتحاد المغرب العربي ومجلس التعاون لدول الخليج العربي ثم أيضا إعلان عن إنشاء منطقة التجارة الحرة العربية سنة 1998 وتوقيع اتفاقية أغادير بهدف تحقيق التبادل الحر سنة 2004 بين كل من المغرب وتونس والأردن ومصر وتبقى طبعا هذه التدابير والإجراءات محدودة للأثر على أرض الواقع إذن نمر بعد ذلك لتحرير الموضوع المقالي في التاريخ إذن نصل موضوع شهد المشرق العربي خلال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين بروز ليقضى الفكرية التي عبرت عنها تيارات فكرية مختلفة المرجعيات والمنطلقات إذن المطلوب هو أن نكتب مقالا من فقرتين نبريز فيهما أفكار التيار العلماني ومبادئه ثم العوامل السياسية التي أدت إلى نبثاق اليقضى الفكرية في المشرق العربي إذن نحضر طبعا للجوانب المنهجية والمعرفة والشكلية للمقال إذن لا بد أن تكون يعني مفاصل المقال وعناصره مترابطة ومتمفصلة إذن المقدمة ما يفيد هذه الصغة إذن شكلت تيار العلماني إحدى التيارات الفكرية التي عبرت عن مضمون ليقضى الفكرية في المشرق العربي ثم كانت رحل الإشكال في صغة استفهامية إذن من تسبب تيار العلماني للحداثي فهو يستند على مرجعية فلسفية ووضعية أوروبية غربية من أهم رواد هذا التيار قاسم أمين شيبليش ميل أيضا فرح أنطوان وغيرهم إذن من أهم مقاومات المقاومات الفكري لهذه التيار ومبادئه أولا فصل الدين عن السياسة تطبيق العلمانية نبث تعصب ديني وحريات وضمن حرية الاعتقاد والتدين ثم أيضا الدعوة إلى نبد الفوارق الاجتماعية والطبقية تطبيق الديمقراطية والمنادات بتحرير المرأة وكذلك تحقيق المساواة والحرية أيضا المنادات بتحقيق الوحدة القومية العربية ومواجهة سياسة تطريق العثمانية وكذلك الاستعمار الأوروبي إذن بالنسبة للعوامل السياسية التي أدت إلى بطاق ليقض الفكرية بالمشرق العربي خصوصا في مصر والشام إذن نذكر هنا أهمية حملة نابوليون على مصر ما رفقها أيضا من مجازات علمية وحضرية والتي أدت بالضرورة إلى تنمية أو تزايد يعني الشعور القومي والحص الوطني لدى المصريين بشكل خاص ثم أيضا ضعف كيان الدولة العثمانية فشل تنظيماتها ومحاولاتها الإصلاحية دونها أن ننسى لنعكاسات التي خلفتها سياسة تطريق وتصاعد الهجمات الاستعمارية التي أدت إلى احتلال أجزاء من البلاد العربية الإسلامية كالجزائر سنة 1830 أيضا أهمية الإصلاحات التي قام بها محمد علي باشا في مصر إذن كخاتمة أدى انتشار ليقضى الفكرية بمختلف تيارتها سواء السلفية أو العلمانية كما ذكرنا في العرض التحليلي وبمرجعيات مختلفة إلى تنوير الرأي العام العربي أيضا حتى على النهضة والحداثة في البلاد العربية لذلك يمكن أن نطرح السؤال كامتداد إذن ما هي مرجعيات وأفكار السلفي الإصلاحي بالمشرق العربي إذن ختاما أعزائي أشكركم على حسنة تتبعكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الأن نفسي ونوفقها في تبليغ مضامنا ونسألة الأساسية طبعا إذا كانت لديكم دائما أي أسئلة أو استفسارات يمكن لكم أن تتركوها في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حيني بحول الله وألقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلك من حين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته